فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هذا أيضا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا والزجر عن اتباع أهوائهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير في هذه الآية ساقها الشيخ رحمه الله في سياق منع التشبه بما عليه أهل الكتاب من الأهواء ومخالفة ما أنزل الله عز وجل من الوحي نهى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في أن يأخذوا هذا المأخذ ويسلكوا هذا المسلح أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن ترضى عننا اليهود والنصارى حتى نتبع ملتهم ما يكفيهم اتباع اليسير أو مع التمسك بديننا ما يكفيهم التنازل اليسير نعم عن شيء من أمور ديننا وإن كان هذا لا يجوز لكن هم لا يرضيهم أيضا هو لا يجوز وأيضا هو لا يرضيهم حتى ننسلخ من ديننا نعم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هذه طبيعة اليهود والنصارى أنهم لا يريدون منا إلا أن نتحول عن ديننا نهائيا وهذه طبيعة كل أهل الضلال يريدون من أهل الحق أنهم يتحولون عن حقهم ويشاركون هؤلاء في ضلالهم حينئذ يرضون عنهم لأنهم سلخوهم من دينهم وجردوهم من ما أكرمهم الله به فأسخطوا الله ورضي عنهم اليهود والنصارى وماذا يستفيدون من رضا اليهود والنصارى المغضوب عليهم والظالون ماذا يستفيد المسلمون خسروا الدنيا والآخرة فالواجب أن نثبت على ديننا ولا نحاول إننا نرضيهم أبدا لأنهم لا يرضون إلا بترك الدين وهذا شيء مجرب ومشاهد وهم الآن على قدم وساق في تحويل المسلمين عن دينهم حتى إنهم وضعوا قرآنا وضعوا قرآنا سموه الفرقان فرقان الحق وكذبوا فيه كما فعلوا بالتوراة والإنجيل أرادوا أن يحرفوا القرآن ولكن الله كف أيديهم القرآن محفوظ ولله الحمد وما كتبوه وسموه الفرقان هذا يبقى في أيديهم لا يصل إلى القرآن ولله الحمد فعلى كل حال هذا يعني مثال لما يريده الكفار مننا الآن والله نبهنا عليه وقت نزول القرآن منذ أكثر من 1400 سنة أن الله قال إن اليهود والنصارى لن يرضى عنكم أبدا إلا إذا تركتم دينكم وهل المسلمون على استعداد أنهم يتركون دينهم الذي أكرمهم الله به وأنقذهم به من الجهالة وأنقذهم به من الضلالة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وجعل لهم السيادة على أهل الأرض هل المسلمون على استعداد وإن تنازل بعض الأغرار من المسلمين أو الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم لكن لا يمكن أن يتحول المسلمون كلهم أبدا لا تزال طائفة على الحق ظاهرين كما أخبر صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فهذا فيه قطع لأطماع اليهود والنصارى في أن المسلمين يتركون دينهم جملة وإن كان قد يتركه في آم من الناس لكن الأمة المحمدية لا تجمع على ضلالة أبدا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لكن الله يبين لنا أننا لا نطمع في إرضاء اليهود والنصارى أبدا إلا أن نتحول عن ديننا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ترجمة نانسي قنقر